ومن القضايا المهمة التي لا بد من التعريج عليها مسألة التكفير وفيه العناصر التالية تعريف التكفير وأسبابه وطرق علاجه فأما تعريف التكفير فالتكفير أحد أنواع الغلو وأحد أفراده بل هو قطب الغحاه الذي ترجع إليه وتفيء منه باقي الأنواع ومن وصل إلى حد التكفير بغلوه هانت عليه بعد ذلك الدماء والأعراض والأشلاء لأنها النتيجة الحتمية عند من اتبع هواه بغير هدى من الله وإنما أفرد بالذكر لخطورته وزيادة في التحذير منه ومن غوائله ومع أن جميع أسباب الغلو هي عينها أسباب ظهور التكفير وانتشاره إلا أنه يستحسن التنبيه عن كيفية نشأة هذا التكفير أما أسبابه ففتنة التكفير الذي أهم العالم وشغل الساسة ونبه القادة وحرك أهل الإسلام وأصحاب الفكر والأقلام لم يكن في معزل عن الأسباب والروافد التي تشغله وتنميه وإن من حكمة القضاء عليه ومناهضته استجلاء بواعثه والوقوف على أسبابه وإن من أخطر تلك البواعث والأسباب الجهل بالكتاب والسنة وإهمال مقاصد الشريعة إن الجهل بالكتاب والسنة يا رعاكم الله ومقاصد الشريعة وبأحكام التكفير وقواعده وكلام السلف في ذلك هو السبب الرئيسي في الوقوع في مزالق التكفير سواء كان ذلك جهلا مطبقا عند بعضهم أم جزئيا راجعا إلى تأويل واجتهاد لمن لم تكمل أهليته فمن كان لا يدري كيف يفسر القرآن ولا يميز صحيح السنة من ضعيفها أو يقدم على صريح السنة قول حزبه فهل يرجى له أن يكون على الجادة وكذلك من كان لا يفهم الفرق بين صريح القول وظاهره أو بين القول ولزومه ومنطوقه ومفهومه ولا يفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين أو بين تكفير المقالة وتكفير القائل فهل يجوز له أن يتكلم في أمر العامة وفي مسائل النوازل المدلئمة كلا والله ومن أعظم أنواع الجهل في باب التكفير عدم جمع أدلة الباب الواحد كما كان شأن الخوارج الأوائل اعترضوا على علي رضي الله عنه لقبوله التحكيم وقالوا حكم الرجال في كتاب الله والله يقول إن الحكم إلا لله ويقول جل من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ونسوا قول الله جل في علاه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يستدلون بقوله تعالى في كفر قتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ونسوا أي الخوارج قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فوصف الطائفتين بالإيمان مع قتل بعضهم بعضا ونسوا قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسمى الله القاتل أخا للقتيل وهكذا الأمر الثاني الانحراف الفكري الذي هو ميلان الفكر وخروجه عن مألوفه وسوي التفكير إن قضية الفكر السليم التي تفيء بالمسلم إلى الوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال مع استشعار خشية الديان سبحانه قضية من أهم القضايا التي ينبغي العناية بها لا سيما في أوقات الفتن إذ بها تتفاوت مراتب الخلق في إصابة الحق ولذلك اختص الله نبيه سليمان عليه السلام بالفهم مع ثنائه عليه وعلى داود بالعلم والحكم فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحدث أبي مسلم الأشعري في كتابه فقال الفهم الفهم فيما أدلي إليك والانحراف الفكري لا ينحصر فيما يحدث حاليا من الإرهاب والقلاق والزعازع وإن كان ما يحدث هو قمة الانحراف الفكري ولكن المقصود بالانحراف الفكري الذي يمس جميع جوانب الحياة ومكمن الانحراف لدى طائفة الإرهاب إنما جاء من كلة فقهها وبالنظر الجزئي غير الشمولي لنصوص الشريعة بعيدا عن مقاصدها الكلية أو الاستدلال الناقص بالأدلة الشرعية كما تقدم ثالثا الجراءة والطعن في كبار العلماء الحكماء والتطاول على الفقهاء النبلاء والأخذ عن مرجعية غير موثوقة ويكون ذلك بازدراء العلماء والحط من أقدارهم والثلم في مكانتهم والتشكيك في نواياهم واتخاذهم غرضا مباحا ورميهم بأنهم علماء سلطة وجهلهم بالواقع وسطحيون وملبس عليهم من قبل الحكام كل ذلك مما هز هيبة المرجعيات العلمية وزعزع بعض المقامات الدينية ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أعظم خبث القلب ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين وقال العلامة الفقيه الشيخ ابن عثمين رحمه الله والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ والعلم الراسخ جناية ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم بل على ما يحملونه من شريعة الله أيضا ومن المعلوم أنه إذا قلت هيبة العلماء وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف يقل بالطبع الأخذ عنهم وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضها ويكون في هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضا ويقول رحمه الله أيضا وتمرد الناس على العلماء فساد للشريعة ومن الأمور تعطيل قاعدة اعتبار المآلات ومن الأسباب الأكيدة والبواعث المؤسفة الوطيدة إهمال قاعدة شرعية مهمة عظيمة جليلة القدر عميمة النفع تلك هي قاعدة اعتبار المآلات يقول الإمام الشاطبي رحمه الله النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعي فلما عطلت مآلات الأفعال والنظر في آثارها ونتائجها وعواقبها نفعا وضرا كانت فواقر التكفير وبواقع التفجير واستحلال الدماء وترويع المجتمعات وتألب الأعداء على الضعفاء والأبرياء وهذا ما لا يدركه أو يتجاهله هؤلاء مع أنه من صميم الشريعة فمن ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألسقته بالبر وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فهل عند هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الحق مداهنة للمشركين وكفار قريش حاشاه صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم